تابع الجهود لحث الأطراف للتوصل إلى حل سلمي مرت سنة وما زال أمل الدخول في مسار سلام ينهي الحرب هو الحلم الوحيد لدى اليمنيين لإنهاء مسلسل الأوجاع التي حلت بهم عام كامل من المحادثات ولا تزال تراوح مكانها دون أي تقدم يذكر في السادس عشر من يونيو العام الماضي انطلقت بالمدينة السويسيرية جنيف المحطة الأولى من الحوار بين الأطراف اليمنية بدعوة أممية وذلك للبحث عن طريق لإيقاف نزيف الدم الناجم عن الانقلاب الذي قامت به الميليشيا وانتهت الجولة بالدعوة إلى وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تشهد وقاع الاكتتال غير أن أي من ذلك لم يتحقق على أرض الواقع بسبب مواطلات وفد الحوثيين والتمسك باستراتيجية التقدم العسكري والتملص من القرارة الأممية الوضع ظل كما هو عليه في محادثات السلام الثانية التي عقدت في مدينة بيال السويسيرية بيد أن واقع المواجهات الميدانية بدأ أكثر عنفا الأمر الذي دفع المفاوضات إلى الدخول في مفصول أخرى من التعقيدات هذه المرة التقل وفدان وجها لوجه لتدارس قضايا بناء الثقة رغم ذلك لم ينجح الطرفان في التوصل لتسوية أو تحقيق تقارب غير أنها أسفرت عن اتفاق شبه مبدئي مكون من خمس نقاط أهمها انسحاب الميليشيا من المدن وتسليم سلاحها واعتبرت بعد ذلك المدخل الأساسي لمشاورات الكويت التي تلتها وعلى الرغم من أن القرار الأممي 2216 كان المنطلق الأهم للمشاورات إلا أن الواقع العسكري كان له حديث غير ذلك حيث ظلت الميليشيا متمسكة باستراتيجية أن من يملك الأرض يملك الطاولة لضمان فرض شروطها في المحادثات ولو بالحد الأدنى وباعتبار أن ثنائية الماطلة وتنصل الوفد الإنقلابي كانت المحطة الأكثر وضوحا في جولات المحادثات السابقة إلا أن مراقبين كثر قالوا أن المشاورات تتقدم خطوة وتتراجع خطوتين وما زالت العدمية هي سيدة الموقف بعد مرور ما يقارب شهرين من بدء جولة المحادثات الثالثة في الكويت وحدها المعاناة تتفاقم إذن وتخلف وراءها المزيد من الضحايا وكل يوم يمر يعني ابتعاد لمسافات طويلة عن إمكانية الحلول العادلة للأزمة وبالرغم من ذلك لا يمتلك اليمنيون إلا مزيدا من الانتظار